الفناني غالي أهلا وسهلا فيك باللبنان وأهلا وسهلا فيك بموقع الفن بداياتك كانت بالألفام وثمانتعاش بس البداية الحقيقية كانت من الطفولة من لما دعموك أهلك بتعتقده هذا الدعم والموسيقى اللي اكتسبتها من أنت وصغيري كانت سبب أو دور بنجاحك على عمر صغير أكيد مئة بالمئة لأنه كانوا هيك أهلي دائما بموسيقى وبالبيت فمن أنا وصغيرة كان حوالي عالم بتحبت عشاء الموسيقى فما فكرت ورتين لما قررت أني أخذك كما هنا اكتسبت الشهرة عمر صغير ونجحتي ووصل صوتك للجمهور بشكل كتير حلو في شي صدمك بالشهرة؟ لا يعني ما بظن في شيء يعني مثل ما بيقولوا الإعلام واتب بحط تيك الشهرة بطريقة أنه هي شغلة جدا ناكتف مثل ما منقول مثلا أنا برأيي تابلسن يعني هي نعمة من الله وهدية ومحبة العالم رزق فالحمد الله وشو كان شعورك بأول نجاح أول هد كان لإلك؟ كير كتير حلو كان يعني كان متل بارتي برزول إلنا احتفلنا بالإنجاز أكيد كان خانت خطوية كتير حلوية الحمد لله وإن شاء الله لقد أدام قلت بالسابق أنه الفنان عزيز مرة هو كان أحد إلهاماتك وأحد الأشخاص أو الفنانين اللي خلوك تفوت بهذا المجال وبهذا اللون الفن شو شعورك هلا أنت وعم تقدمي على نفس المسرح مع عزيز كتير مبسوطة وكتير محزوزة أبو العز مبس فنان هيك بطلع على فوق بقول إنه بدي يكون شي كتير حلو مثله صديق وأخ وكتير مهوب فهذا الشي بيعطي لي مثل إنه دعم وأمل أني أنا قدراني أوسل صوتي بهذه طريقة أكيد غنيت وأبضعت بخمس لغات وأكتر هيد الموهبة بكتابة الكلمات بخمس لغات كيف تطورت وهل كان فيه صعوبة بالموضوع؟ هلا الكتابة والتالحين يعني بلش فيهم قبل ما أغني كان عندي شوية الجرأة إني أكتب هيك على جنوب ولحين بس ما غني على المسرح فأي يعني أخذني كتير وقت لحتى صراحة هيك تلستجمعت كل الجرأة والقوات اللي عندي وطلعت على المسرح وقلت خلص بتغني أغنية إلي فأي أخذ الوقت أكيد بالسابق قلت إنه والديك كتير بيحب أم كوثوم بيحب يسمع الأغنيات كل يوم جربت شي مرة تغني من أغاني السيدة أم كوثوم أو من أغاني زمن الجميل أكيد رح جربت ما جربت من قبل إمكان جربت بالبيت للستوديو بس إن شاء الله قريباً على الستيج رح العنام رح تسمع أكتر أم كوثوم ويك أشياء قديمة كل فنان عنده بيكون ببداياته شخص بيحب يغني معه على الستيج أو يعمل معه ديو أو يعمل معه عمل غالية في شي براسك اسم لفنان تفوت مع بعض ديو أو بعمل فنان عربي أو برا فنان صراحة حلق تحب في ميهاد عم فكر بيأدال كلا أنك تعمل معنا اليوم فهي حلم أكيد وعلى الصعيد العربي صعيد العربي كتار 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 كتير يعني لستة والعزيز اللي من أول القائمة فإن شاء الله نكون معهم كلهم على المسرح أكيد فخر الفنان غالية نتملأ لكل توفيق وإن شاء الله من نجاح لنجاح شكرا شكرا كتير كل أكزور شكرا لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تشتركوا بطناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد